السلام عليكم يوم شاء الله غادي نوجد معكم ربعات الوصفات او لربعات الابتراحات بالنسبة للكاسكروت او للومجا غادي نوجد ان شاء الله في الاول براونز كيك لي كاب كيك ولي بان كيك بمقدر جدا بسيطة ومتوفرة لجميع البيوت ومع سر نجاح كل الوصفة بالنسبة للبراونز غادي نحتاجو فيه زبدة يعني نصف كاس دايب الدقيق كاكاو زيت وساندة شوش بيتات شوية ديال القهوة العسل روح بالكارامل والشقورة اول حاجة غادي ناخدو نصف كوب ديال زبدة دايبة نصف نصف كاس غادي ندوبوها غادي نزيدو عليها ساندة نصف كوب ساندة إلا عندكم سكر بني كتديرو نصف كوب سكر بني أربع كوب ديال سكر أبيض إذا ما متواجدش فكتديرو كوب كامل يعني كاس ديال سكر ساندة وغادي نضيفو العسل وهذا سر من أسرار نجاح البراونز وهذاك العسل كي يخليه تكون معلك غادي نضيف ملقة صغيرة ديال روح الكارامل إلا عندكم الفاني فكتديرو الفاني ما عندكم مش كتقدرو تعوضوه بمساشياج الفاني فأنا كندي الكارامل مع هذيك الإضافة ديال القهوة كتجي رائعة غادي نضيفو كذلك جوج بيضات والبيضات الدائل معاني يكونوا بحرارة المطبخ يعني أي كاك بغيتوه باش ينجح لكم كتجي بدوه البيض قبل من اللاجة ما كتجي بدوه شو كتخدمو بي هذيك ساعات كتخدمو مزيان البيض مع الساندة والزبدة حتى يدوب لنا وكتدوب لنا هذيك الساندة ما كتبقاش مكورة ما كتبقاش بينها باش ينجح لكم غادي نضيفو الزيت بالنسبة الزيت معلقة كبيرة فقط ما تكتروش الزيت باش ميجيش لكم ميدم او كان خدمو هذي المكونات مزيان انا كتفي تغيير بالطراب اليدوي يعني تقدرو تديرو للطراب الكهربائي او لا مولينيكس يعني كيبقى الاختيار ديالكم من بعد مني خدمت هذي المكونات مزيان فغادي نبدأ نضيف دقيق يعني غادي ندوزول نواشف غادي نضيفوهم بمرة انا يعني كنزيد واحد تقريبا مع القصغير ادي القهوة كتجي مع هذا الكاكاو يعني كتعدي واحد المطاق رائع بالنسبة الكاكاو نصف كوب وبالنسبة الدقيق تهو نصف كوب ستين جرام ستين جرام ديالكاكاو ستين جرام ديالدقيق كنخلطو هذي المكونات مزيان فبعدا كيف ما كتلاحظو تقريبا ما كيجي شتقيل يعني كيجي القوام ديالكاك وكننا اخطو شوكولا تقدرو عوتاني يديرو الفواكه الجاسة كتجي عوتاني مع الكا او لنوغا يعني كيبقى الاختيار ديالكم انا كتفي تغير بالشوكولا والشوكولا بالنكهة ديال القهوة كتعدي واحد اللي يكون ديال القهوة هاد شوكولا يعني مع القهوة اللي ضفت فكتجي رائعة وغادي نضيفهم في الخالات وناخد المول اللي غادي دخول فران غادي نضيفهم غادي نضيفهم بالنسبة البرونيز من الاحسن من الاحسن نضيفهم البرونيز اللي حقاش هو كيلسق إلا ما عندكنش البابي كويسة فكتدهنو زيان المول بالذبدة ولكن من الاحسن يكون عندكم البابي كويسة فالكاك ما كيجيش طالع البرونيز ما كيجيش طالع إلا بغيتو يجي لكم طالع بحال كاك فكتقدروا تديرو محلقة كبيرة ديال الخمارات الحلوة ولكن البرونيز الأصلي واللي كان عرفوه وهو ما كيجيش طالع هكا سرحت وغادي نسرحوه في المول وغادي ندخلوه الفرات على درجة متوسطة وغادي نخرجوه ونقطعوه هكا ونقدموه بصحة وراحا كيجي هائل ما غاديش تسخاو منو وكي نجح لكم من أول استعمال وكيجير طبوه الشيش كيف ما كتلاحظو بالنسبة غادي ندوزو الوصفة التانية وهي كيك كيك اقتصادي مع سر نجاح ديالو غادي نحتاجوه زيت سوق ساندة وبيض كاس ديال ليمون حمضة بشورة وبيض ودقيق وخمالات وارضة او لالفان يبنكها ديال الزهر غادي ندرو ثلاثة ديال البيضات في إناء غادي نزيدو عليهم ساندة كاس ديال العنبة وانا كنا ناخد هادو الكيسان اللي صغر من العنبة شوية هما اللي كنخدم بيهم كيف ما كتشوفوا هول كاس ونسكز ديال الزيت زيت نباتية بينشاء وغادي نضيفو الليمون بالنسبة الكيك انا كنخلط كل شي فدقة يعني بلا ما كن بدن نخدم زيت الزيت او لا كنخدمت سكر مع البيض اختصمت العوعد كن بدن نزيد المكونات الاخرى بالنسبة لهذا الكيك تخلطوا كل شي فدقة وانا غادي نقول لكم في الاخر شنو هو سر نجاح باش يطلع عليكم ويجيكم هشيش كنخلطوا هاد المكونات مزيان حساس الدولينا هاديك ساندة في الزيت والبيض وكتكتفي وغير بالطراب اليداوي ما تحتاجوش يعني الطراب الكهربائي او لا مولينيكس وكيبقى عاو تانية الرأي الاخير ديالكم غادي نزيد الفاني بالنكها ديال الزهار كنت تعطي واحد نكهة رائعة الكيك مع الليمون ومع المبشور ديال الليمونة فكتعطي مداقة هائل وكتقدروا تستغنيوا عليها وتديروا غير الفانية عادية يعني المعروفة كيبقى الاختياب ديالكم وغادي نخلط هال المكونات كيف ما قلناها مزيان كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم مقادر بساطة ومتوجدة في جميع البيوت ووصفات تهلا الغرض ديالي من هال الفيديو هو نبيين النجاح ديال كل الوصفة لانا كنا كنعرفون ديروا كيك ولكن ماشي كلنا كتطلع لينا مزيان وكتجيه شيشة وما تجيكش مدقصة من الداخل وغادي نضيف جوج كيسان ونص ديال دقيق من نسبة الفورس انا على الحساب كتديروا ديال الحلوة يعني بعد المرات كيتطلب ليكم كتر ولكن كنا اخدوا الفورس الممتاز اللي اخدتوا الممتاز فا غادي يطلب ليكم مغاير جوج كيسان ونص ديال العنبة كتخلطو مدين وكتديدو الخمارات جوج خمارات كافين باش يطلعوا ليكم الكيك مع ثلاثة ديال البيضات دائما الا درتو أربعة ديال البيضات كتديروا ثلاثة ديال الخمارات درت وجوج خمارات كتديروا ثلاثة ديال البيضات يعني دائما لعدد ديال البيض كيكون زيد بواحد بالنسبة للخمارات يعني لحساب المول اللي عندكم المول عندي متوسط الحجم يعني 30 سنتيمات الى 30 هكا كلا جدرت انا يا غير 3 ديال بيطات مع جوج ديال الخمارات كنحرقو المقونات في بعضها مديان وسير نجاح ديال كاك وهو جوج اصفر الاول كنزيد معلقة صغيرة ديال الخل والتاني نصف كاس ديال العنبا ديال الحليب دافئ يكون دافئ وكتزيدوه تلخر لحقاش مين كنزيدوه لك الدقيق في اللورة كيعقاد لنا الخلاط ومين كنزيدو هاد الحليب فكيرجع للقوام الأصلي ديال كاك وهذا هو السر النجاح ديال كاك كنزيدو الحليب والخل حتى الآخر وكنخلطوه هكا مزيان كننخطو المول وكندهنوه مزيان بزبدة أولا كديرولو البابي كويسان أنا كنفضل أي مول ديال بابي كويسان باش يليني هكا ساهل الفتحيات أكثر يل مولي لك منتوك تستعملوه بزاف وبغيت أنا ديال كيكا شوية مطوية بجناب حكا كالاش طويت البابي كويسان بحلى هادك الشكل ودرت فيه الخرطة اللي هو الشوفان وانكوب الكيك وغادي ندخله على درجة متوسطة 180 درجة غادي نشعر عليها غير تحت للمدة ديال 25 دقيقة وكتخليوها شوية في الفران مني كتخشيو فيها قطيب وكتلقوها بإنها راك طابت كتشعروا عليها الفوق وكتتحمل وما كتخرجوهاش هديك الساعة يعني كتخليوها غير واحد شوية كتحلو عليها الفران وكتخليوها عاد كتخرجوها باش متهبطش لكم وكيكون هذا والشكل نهائي ديال كيك كتجي رائعة وبصحة وراحة وشيشة وما كتسخوش منها وكتقدرو تديرو النكهة اللي بغيتو عندو الثالث حاجة وهي البانكاك غدي نحتاجو فيها الحليب والزيت خمارة وفاني ساني دا وطقيق مكونات جدا بسيطة وجوج بيتات غدي نديرو جوج بيتات غدي نزيدو عليهم زيت وغدي نزيدو عليهم وكتزيدو عليهم كاس جال الحليب يعني ميتين وخمسين ميلي لتر جال الحليب وكيكون حليب بارد والدقيق ميتين وخمسين جرام جل طحين كتخلطو هاد المكونات فبعدها مديين وبالنسبة ما قلش لكم في اللول مي كنت ديرا هاداك البيض فاز انا زيتا عليه شويات العاصر يعني معلقة كبيرة دي الحامض ومبشور حامضة العاصر دي الحامض ما كتخليش لكم هديك زفورية دي اللي بانكيك بل اللي كان عرفوه هو اللي بانكيك من بعد منين كيطيبو غير كتخليوهم بحلكي لما كليجوهم ش هديك الساعة فكيبدو بيتلقوا واحد زفورة يعني الريحة دي البيض فهذاك العاصر دي الحامض اللي يكدروا في اللول ما كيخليش لكم نهائيا الريحة دي البيض غير كتخلطوهم زيان وكتطيبوهم هديك الساعة يعني ما كيحتاجوش تخليهم تسير تاحو وغير كتدروهم فوق من المقلع اللي تكون زيانة يعني دي البغرير ما تكونش كتلسق غير كيبدو يدروا هذوك الفوقعات ستقلبوها تاخد شكل تهابي وكتحيدوها وكترافقوها مع المربة مع الشوكولة يعني كيبقى الاختيار ديالكم بعاش كترافقوها بصحة وضحة ونتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم كيجي وشاج ودبنين غدي ندوزو الوصفة الاخيرة وهي اللي غدي نحتاجو فيهم الدقيق كاكاو السيني دار البيض الخمرات والحليب اخذت أنا الحليب قدرت فيه جوج معالق صغار ديال القهوة حيث بايت نسمهم بالقهوة إلا بغيتو القهوة مركزة كتر فكتديروا النكهة ديال القهوة فاكتفيت أنا غير بجوج معالق ديال القهوة غدي نجيرو جوج بريضات غدي نجيدو عليهم غدي نجيدو عليهم ساندة كاس ديال العنبة ديال ساندة وعادي نخدموهم جيد يعني هذل احتجزت جانس ساندة مع البيض والاهم كيف قلت لكم المرة التانية الاهم من هال الوصفات كاملة وهي كل وصفة وشنه هو السر النجاح ديالها غدي نخدمو كيف قلنا الساندة مع البيض نديان وغدي نزيدو عليها نسكال ديال زيت اول كاس اللي كناخد بي أنا العبار يعني كيكون ناقش شوية على الكاس ديال العنبة ولكن انا كنعطيكم دائما العبارات بالكاس ديال العنبة حيث هو اللي كيكون متواجد في جميع البيوت كتخدم زيت عوتاني مع البيض والساندة كيف ما كنعرفه وكيف ما كناش حالة ديه كنخدمه الكاكل عادي وكنضيفه الخلاة اللي ضرنا ديال الحليب مع القوة يعني كاس ديال الحليب والحليب يكون دافي من الاحسن يكون دافي وستليجوش معلق صغار ديال القوة تقدرو تديرو النكهة ديال القوة وتقدرو ما تديروش القوة وتديروه الحامض أو لليمون أو لأي ينكا بغيتو وكتضيفو دقيق تدريجيا يعني كنبدو نضيفو النواشف دقيق الكاكاو اختيت جوج معلق كبار ديال القاكاو إلا ما كانش عندكم كاكاو ديال العبار فكت تاخدو جوج ساشيات وعلي حسب اللي بغيتو إلا بغيتو غامق كتر كتزيدو ساشيات بغيتو فاتح فكتكتفيو غير بجوج ديال ديال ساشي بغيتو فتح من هكا فكتكتفيو غير بساشيات وحدة يعني كيبقى الاختيار ديالكم وبالنسبة للطقاء قدي نحتاجو جوج كيسان ونص ديال العنبار بالنسبة لليبانكيك فكيجيو هكا شوية عقدين يعني كيجي لخليط ديالهم أو للقوام ديالليبانكيك كتجي تقيلة يعني ما كيجيش القوام بحل كيكا فكيجيو هكا شوية تقل وكنضيفو لخمرات كتافينا غير جوج فقط لحقاش البيضات أصلا كانوا عندي كبار يعني ما تطريتش ندير ثلاثة ديالبيضات دل جوج كبار إلا عندكم صغر فكتديرو جوج تلاتة كيف كنت لكم دائما العدد ديالبيض كيكون اكتر بمرة واحدة أو لا يعني زيدة عدد بلوس واحدة على العدد ديال الخمرات وكبيسة ديال الملحة ما تنسوهاج دائما خلط الخلات وباش ينجح لكم كتخليوه يرتاح واحد عشرة ديال دقيق يعني ما كتجيوشو كتديرو فليمول كتخليوه يرتاح واحد عشرة ديال دقيق تلخمستاش دقيقة عاد كتضيفو عليه شوكولة أو لزبيب أو لا يعني المكسرات ولا لبابيزي يعني كيبقى الاختيار ديالكم قدروا قاعد ديروا هكا تزو تعمروا للكابكيك وكتزيدوا عليهم شوكولة من الوسط سائل يأتي هائل 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 انا عمرتهم هكا يعني ما كتعمروش ليمون ما كتعمروه همش بزاف يعني نصف فقط وكيس ما كتشوفو شو القوام شوفوا القوام ديال الخلاف كيف تكتلكم كيجي تقيل شو شتو يعني ما كيجيش خفيف بحلك كيكا الهادية كنستمرو بحلمهاكا انا هاد اللي كابكيك كنقدموهم بهاد بهاد الليمون ديال السيليكون إلا كنتو ما كتقدموهمش بسيليكون فضروري كتديروهم الكوارتات باش يجيوكم سهلين اولا إلا تنتو كتتعطوهم من ولداتكم يديوهم معهم من دراسة من الأحسن فيوليهم كوارتاتش يجيهم تاوما سهلين باش يغفقوهم معهم من دراسة ديالهم هكا غدي نستمر وغدي ندخلهم الفران على درجة متوسطة 180 درجة كنشعلو عليهم غير تحت وكيد كيبقى وحد 25 دقيقة كحد أقصى حتى تياخدو اللون ديالهم أنا ما كنحتاش نشعل عليهم الفوق اللي حقاش كندير بانشي لاتاك كندير الفرفرة شنان إلا ما تتحمروش من الفوق فكتشعلوا عليهم الفوق وكيجيو هائلين وكينجحوا معاكم مئة في المئة بسحة وراحة وكتخرجوهم كتزينوهم باش ما بغيتو كيبقى الاختيار ديالكم وأنا درت ليب الكابكيك هكا تاهم صغار في ديمول صغار وبسحة وراحة متنسوش تقابونو في العباج وشكرا اشتركوا في القناة